بتقول لي يا دكتورة أنا تعبانة نفسيا جدا أنا حاسة أن أنا غير مرغوبة عند أسرتي أبويا ما بيحبنيش بيحب إخوتي أكتر مني أنا عندي دلائل كتير جدا جدا ممكن أقولهالك لو هتسمعي معايا ونعرف الحل تابعونا في كواليس الأصل إن الأب والأم بيحب أولادهم بمستوى متوازي والأب بيحب البنت وبيحب الولد ده دل فطرة المفروض النسي السوية كده لكن لما تجيلي بنوتة وتشتكيلي أنا أبويا ما بيحبنيش أنا أمي بني وبنها مطارق الحداد أنا ممكن أحكي لصحبتي ومحكيش لأمي أنا ممكن أستعين بصحبتي وما أستعينش بحد في البيت أصلهم بيحبوا إخوتي أكتر مني أصلهم بيفضلوا إخوتي أصلا سندريلا في البيت عايز أفرق ما بين حاجتين ما بين أما نيجي نسى الأب وأم حالة مثلا زي يرد يقولك إيه لا ده إحنا بنعدل ما بينهم وده زي ده زي ده زي ده ممكن العدل في العطاية المادية وزي النبي على ساته لما قال أنا حالته يديت لابنك ده زي التاني وديت لتانين زيهم خلاص لا تش يجني على زور لكن أنا بتكلم عن عدل المشاعر أنا بتكلم على العلاقة الخاصة اللي ممكن تخلي بصوا المردود السيء لعدم العدل ما بين الأبناء أنا غير مرغوب فيها في البيت ده أنا مش حابب وجودي في الأسرة دي أنا الأسرة دي رفضاني إمتى أكبر وامشي غلط إحنا مش عايزين كده إحنا عايزين تبقى العلاقة علاقة حب ومودة وحوار وتفاهم ومنين ما يجي لي مشكلة كبنت أو كولد كابن في الأسرة دي أنا برجع لأبي وأمي في المرجعية وعارف أنه هما بيحبوني تعالوا معايا نشوف خطوات سهلة وبسيطة جدا في موضوع إزاي نعيد العلاقة علاقة حب وأبوة وبنوة وحوار جميل بنا وبين أولادنا أول حاجة الحب الغير مشروط الحب الغير مشروط ده حاجة يعني حاجة تحفى أنت كابني بحبك لكن أنا السلوك ده لا أحبه أنت كابني أنا بحبه طبع نجحت ما نجحتش أنا بحبك لكن سلوكك في إهمال المذاكرة أنا لا أرضاه لا أنا رفضه الحب الغير مشروط مش أنجح يا ابن عشان أحبك غلط مش أنت يا بنت خليكي معدبة علشان أنا نحبه غلط أنت بنتنا كده كده بنحبك ولكن السلوك فالوصف والتوصيم لإيه للسلوب مش للشخص رقم واحد طب تعود المرحلة دي قد إيه دكتورة هالك تعود زي ما تعود المهم بيبقى مردودها عند أولادنا واضح قمني بتحبيني الحب الغير مشروط قمني بيحبيني الحب الغير مشروط خليني أقول تكاية على موضوع الأب فخصوصا مع البنات البنت بتستنى حب الأب البنت بتستنى نظرة الكلاء النظرة من العين من الأب لمتنانه وفرحانه وبنتي كبرت حل لنا في الرصوع السلام قسوة عشان بس نبقى فاهمين فنركز في الجزئية دي أما تسمع منك أنت يا دي الأب ورجالك العيلة وانت يا دي الأخ ده شيء طيب ده رقم واحد طيب المرحلة رقم اتنين لو لفيت الدنيا كلها وديستنبطت حط في عقل أولادنا لو لفيت الدنيا كلها ما هتلاقي يحبك حد يحبك أكتر من نفسه قد أبوك يؤم تاخد قدية دكتور هالك تاخد زي ما تاخد المرحلة رقم في إيد أولادنا كده ونبص بآيكون تاكت أداة آيكون ونبص في عينيهم مش ببص من فوق ولا بص من الجامل أبص بمستوى النظر إحنا موجودين في الدنيا في أي وقت لو احتاجت أنك تقول لي حاجة لو احتاجت تحكي لي حاجة أنا موجود التلات مراحل دولة أساسية طوال طول العمر وطول طول العمر آخر مرحلة لاستعانة يا كل أب وكل أم الدعاء أنت عندكم أوبشن الدعاء دعاء الأم مستجاب دعاء الولد الولد مستجاب يا رب اسلحها الأولاد وخلوا أولادكم يسمعوا أن أنتوا بتدعي لهم يا رب اسلحها الأولاد يا رب اجعلهم صالحين يا رب اجعلهم من أهل الدنيا والآخر يا رب اجعلهم خيري الدنيا وخير الآخرة ويسمعوكم وأنتوا بتدعي لهم عبد الله سبحانه وتعالى يجعل أبناء أنا كرة عيني لنا في الدنيا والآخرة ويجعلهم كرة عيني لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة